موسيقى موسيقى تحية لكم يا مشاهدين اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم الى نشرة مفصلة للاخبار نتوالى في تقديمها انا ديار بكر وشيلان محمد اهلا مشاهدين الكرام وبداية النشرة مع العلم موسيقى نيتشرفان بارزاني يبحث مع القنصل الامريكي العام اوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية موسيقى رئاسة برلمان كردستان تعلن اسماء المرشحين لمنصب رئيس الاخليم موسيقى خالية الاعلام اللامنية سقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخبرات دون احداث خسائر موسيقى وواشنطن تؤكد التزامها بعدم استخدام الاراضي العراقية لمهاجمة دول الجوار موسيقى اهلا بكم الى التفاصيل نقلت مرسلة قناة زاكروس الفضائية في بغداد نقلا عن خلية الاعلام الامني سقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخبراء دون احداث خسائر كما وافادت وكالة رويترس الاغبارية في ضد الصدد ان صفيرة الانذار انطلقت في محيط السفارة الامريكية بالمنطقة الخبراء والتي تضم عدة مبن حكومية نعم وحول هذا الموضوع تنظم الينا من بغداد عبر الهاتف مرسلتنا ندى المرسومين ندى لنا ومرحبا بك بان جديد بخصوص الموضوع نعم مرحبا ديار مرحبا شيلان يعني قبل ساعة من الان تم استهداف المنطقة الخبراء بصاروخ نوع كاتيوشا دون وقوع خسائر مادية او بشرية هذه المنطقة التي تضم عدة مباني حكومية حيث اطلقت صافرات الانذار وبحسب ما تم تباونه من قبل خلية الاعلام الامني ان الصاروخ فقط في محيط السفارة الامريكية حيث تداولت مواقع امريكية هذا الاستهداف وتم انطلاق الصاروخ من موقع جسر الامانة الواقع بالقرب من ساحة مستشفى العلوية للأصفال والقريب ايضا على ساحة الجامعة التكنولوجية هذه المنطقة هي تعتبر يعني من المناطق المحصنة لوجود عدة دواء الرسمية يعني مما دفع للغرابة وانتسال انه يعني كيف استطاعت الجهاز المنفذة الوصول الى هذا الموقع واطلاق الصاروخ بالوقت الحالي ومنذ يعني استدادة في المنطقة القوات في امن العراقية بدأت بعمليات تنشيط في المنطقة الخضراء طبعا لم ينظر لحد الآن اي تعليق من قبل المسؤولين العراقيين ويذكر ايضا في وقت سابق ان المنطقة الخضراء وتحديدا في شهر كانوني الاول من العام الماضي ايضا تعرضت لعدة استهدافات ولكن يعني هذا الاستهداف يعني لربما جزء بالاتباه حصوصا مع الملابسات التي تحصل في المنطقة وتحذير السفارة الامريكية ومن يعني رعاياها من السفار الى خارج داخل العراق وايضا مطالبة رعاياها في السفارة الامريكية من مغادرة العراق نعم ندى المرسومي مرسدنا من بغداد كنت معنا عبر الهاتف حول سقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء شكرا جزيلا بحث رئيس حكومة اقليم كردستان نيتشيرفان بارزاني مع القنصل العام الامريكي في اقليم كردستان ستيذ فاقن عمل ونشاطات القنصلية الامريكية في كردستان والعلاقات الامريكية الكردستانية في شتى المجالات كما تطرق الجانبان الى بحث الموضوع او الوضع السياسي العام في المنطقة ومنها طبيعة العلاقات ما بين اربيل وبغداد كما قدم نيتشيرفان بارزاني نبدة عن اتفاق الاطراف السياسية في اقليم كردستان على تفعيل مؤسسة رئاسة الاقليم وتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الاقليم الجديدة هذا هو بحث الجانبان الوضع الحالية للموصل والمناطق المتنازع عليها وخطوات ما بعد داعش لاستثاث الفكر المتطرف ومنع ظهوره من جديد بالتنسيق بين بغداد واربيل والتحالف والتمهيد لعودة النازحين الى ديارهم أقدت هيئة رئاسة في برلمان كردستان اجتماعا لإعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس اقليم كردستان وأعلنت الرئاسة في اجتماعها اليوم عن أسماء المرشحين الخمسة الذين تقدموا بطلبات الترشح لمنصب رئيس الاقليم وهم كل من نيجرفان بارزاني أميد عبد السلام قادر محمد حمى صالح قادر ريبوار عزيز مصطفى وهيوى عبد الله خضر هذا ويتزامن اليوم الذكرى السابع والعشرين على مصادقة القيادة السياسية للجبهة الكردستانية على القانون الرقم واحد في أقليم كردستان الخاص بانتخابة المجلس الوطني الكردستاني في العراق والذي يجريت خمس دورات انتخابية منه حتى الآن ليكون الحدث تحولا تاريخيا في الحركة التحررية الكردستانية كما واصبح ردا شافيا لمن شكك في قدرة الكرد على إدارة شؤونه هذا واستذكرت رئاسة برلمان كردستان مناسبة إجراء أول اتخابات ديمقراطية في التاسع عشر منيار عام تين وتسعين وتنتهز الفرصة لتهنئ أبناء شعب كردستان بهذه الذكرى التاريخية استضافت لجنة العلاقات الخارجية في برلمان أقليم كردستان فلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية والوفد المرافق له للحديث حول القرار الأمريكي الأخير الخاص بسحب رعاية هوا موظفيها من العراق وبحث السبب إدراج إقليم كردستان ضمن القرار نظرا لظروف الأقليم الأمنية المستقرة تختلف عن العاصمة بغداد وبقية محافظات العراق اليوم كالجنة علاقات خارجية استضفنا لسيد فلاح وهو رئيس دائرة علاقات خارجية في أقليم كردستان تحدث رئيس دائرة علاقات خارجية عن موضوع قرار الأخير للولايات المتحدة الأمريكية بشأن أربيل وبغداد وعن انسحاب موظفين في سفارة هذا البلد في بغداد وقنصليتها في أربيل كانت الأجوبة لدى سيد فلاح وستافي كانت أجوبة إيجابية نحن في لجنة العلاقات خارجية حصلنا على الأجوبة منها الولايات المتحدة الأمريكية قررت بعدم تخلي عن كردستان كما هي الحال بالنسبة للعراق استقبل محافظ المثنى أحمد منفي وفدا كرديا برئاسة وكيل وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة أقليم كردستان بارفان حمدي وقال المحافظ خلال مؤتمر صحفي إن العمليات جارية للبحث عن مقابر أخرى فيما ثمنت وزارة المؤنفلين عبر وكيلها جهود محافظة المثنى في البحث عن تلك المقابر والتنسيق مع القيادة في كردستان في محافظة المثنى قبل فترة ما يقارب الشهرين تم اللقاء السيد الرئيس مسعود برزاني في أقليل كردستان وتم مناقشة أن هناك رفات موجودين في بادة السماوة الصحراء المثنى وعطينا عهد السيد الرئيس والأخر في الأقليم أن نتابع هذا الموجود ومن خلال هذه المتابعة تم العثور على المقبرة الجماعية التي تبعد من مدينة إلى بادة المثنى تقريبا 90 كيلو هذه الرفات من هو من الأبناء شعبنا الكردي شهدانا دماءنا دماءهم لا ننسى الظلم والجور الذي وقع على شعبنا الكردي وأيضا في الوسط والجنوب من قبل النظام البائد المجرم تم اكتشاف هذه المقبرة وبعد اتصالنا بالأخوة بالأقليم والتواصل مع الأقليم كردستان خلال هذه الفترة منذ اكتشاف المقبرة لحدها أيضا كان هذا التواصل هو ضبعا زاد مهمة وعزيمة أيضا حتى أمام الإعلام اليوم سبق ونتكلمت أنه أثناء دقائنا مع السيد الرئيس مسعود فرزاني والأخوة بالأقليم أعطينا عهد على مقصنا أنه نتصل بالشواهد الموجودين في المنطقة ومن خلال الشواهد يعني المعلومات يعني قلنا نكون دقيق بمعلوماتي أنه هنا موجود مقابر أخرى يعني حسب الشواهد الموجودين حسب ما ذكر لمسالة في جلسة اليوم ناقشنا الكثير من الأمور المهمة منها الإدارية واللوجستية وتم تحديد سقف زمني لللجنة المختصة والمنظمة قانونيا مع توقيع محظر قانوني يسمح بفتح المقابر الجماعية وسوف نجتمع مع المنظمات المختصة في هذا المجال في إقليم كردستان للاستفادة من خبراتي وبعد عيد الفطر المبارك إن شاء الله نبذل جهودنا لتحويل أو لتشكيل فريق شنغال إلى فريقين يعملون ضمن فريق وطني موحد لفتح المقابر الجماعية في المحافظة وبدعم من السيد المحافظة وجميع الدوائر الأمنية والخدمية ضمن حدود محافظة المثنة موشان الكرام ولمناقشة أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي من بغداد السيد فؤاد عثمان المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة أقليم كردستان مرحبا بك سيد فؤاد مرحبا تحياتي لمشاهدي شكرا جزيلا لحضرتك ما جديد المقابر والمجازر الجماعية للكرد ضحايا النظام السابق نعم اسمحوا لي في البداية أنحني إجلالا لدماء الشهداء المقدورين الذين غابوا عن أنفسنا غابوا عن الشعب الكردستاني في عمليات الأنفال السيئة السيد أود أن أشير في البداية أن عملية البحث للحصول على مزيد من المقابر الجماعية جارية في أقليم كردستان خاصة من قبل وزارة الشؤون الشهداء والمؤنفلين وإن زيارتنا للمثنى جاء في إطار جهودنا لبحث عن المقابر الجماعية ونقلنا تحيات حكومة أقليم كردستان ووزارة الشؤون الشهداء والمؤنفلين إلى محافظة المثنى ومحافظة المثنى بالذات وثمنا جهوده حيث تمكن من بناء ثقة بينه وبين أهالي هذه المنطقة لأنه ثمت في الماضي مخاوف لإدلاء بالمعلومات عن المقابر الجماعية إلا أنه الآن تمكن السيد المحافظ من بناء هذه الثقة حيث تمكن من استعصال معلومات من الشيوخ وأهالي وشهود عيان لهذا المنطقة للعثور على هذه المقبرة في المثنى سيد عثمان أهلا ومرحبا بك مرة أخرى هل هناك آلية معينة أو إجراءات معينة خاصة لإعادة طرفات هذه الضحايا إلى أصحابها نحن في وزارة الشؤون الشهداء والمنفلين لنا تنسيق كامل مع مؤسسة الشهداء في بغداد خاصة دائرة المقابر الجماعية لأننا نعمل سويا ضمن فريق وطني مشترك يضم موظفين مختصين في مجال العمل في مقابر الجماعية وهناك تنسيق مع منظمة آي سي أم بي الدولية ويتم بعد عيد مباشرة عقد اجتماع لوضع آلية لفتح المقابر الذي زرنا هذه المقابر هذا اليوم في إطار زيارتنا إلى مثنة نعم بخصوص أيضا في إطار هذه الإجراءات والآلية لإعادة طرفات إلى أصحابها هل هناك مثلا وفد أجنبي أو دولي يشارك أيضا في هذه العملية أم فقط هي الجهود تقليم كردستان بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية كما أشرد أن منظمة آي سي أم بي الدولية يشاركنا في عملية عثور وإعادة رفاة جثامين المقابر الجماعية وهناك تنسيق كامل بين دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء في بغداد وكذلك الطب العدلي التابع لوزارة الصحة العراقية أن هذه الجهات تعمل من أجل وضع آلية لفتح هذه المقابر وإعادة الرفاة وفق قانون رقم 5 لسنة 2006 خاص بحماية وفتح مقابر الجماعية في عموم العراق نعم سيد فؤاد ما العدد الكل لضحايا المقابر الجماعية وهل من عدد للشهداء السياسيين الكورت ألم تصل إليكم هوياتهم؟ نعم بالتحديد سؤال سؤال كيف تخص هذه المقابر اللي نحن زرناها اليوم في مثنة أو بشكل عام؟ بشكل عام سيد فؤاد بشكل عام المقابر الذي اكتشفتموها قبل والذي اكتشفتموها الآن نعم بصورة عامة بعد عملية السقوط بعد عملية السقوط أعلن التحالف الدولي قائمة بعدد المقابر الجماعية موجودة في عموم العراق وتم تحديد 300 موقع للمقابر الجماعية كل موقع بإمكان يحوي على أكثر من مقبرة جماعية وتم إعادة ما يقارب 2700 جثة أو رفاة إلى أقليم كردستان في أكثر من موقع في وسط وجنوب العراق ونحن مستمرون في عملية البحث بالتعاون والتنسيق مع شهود والخيرين من أبناء شعبنا في جنوب ومن أمثال السيد محافظ المثنى وغيره من الرجال الخيرين الذين وضعوا على عاتقهم مسؤولية إنسانية إذا ضحايا الأنفال نعم سيد عثمان سؤال الأخير كل هذه المقابر وهذا العدد الكبير لضحايا والمقابر الجماعية بحق الكرد حسب القانون الدولي مفوضاً يتدرج هذه كل الجرائم ضمن الإبادة الجماعية بحق الكرد ما المانع من إدراجها ضمن الإبادة الجماعية أولاً ولماذا لا يوجد لحد الآن تعويض من قبل الحكومة الاتحادية لضحايا أو لدوية الضحايا الملف الأنفال أحد أهم الملفات التي تم إدراجي أو تعريفي كإبادة جماعية للشعب الكردي إلى جانب ملف إبادة البارزانين والقلف الكيميائي لمدينة حلبشة والكرد الفيلين والترحيل القصري للبشدر وسيد صادق نحن طلبنا وحكومة أقليم كرسان طالباً مراراً وتم تشكيل لجنة لرصد أو تحديد أضرار ناجمة عن سياسات الإبادة الجماعية لنظام البائد وعلى الحكومة العراقية التزام بتعويض ضحايا استناداً إلى قانون محكمة جنائية العراقية العليا ومادة 132 من الدستور العراقي التي تلزم الحكومة العراقية إلزاماً صريحاً لرعاية ذوي الشهداء وتعويض أضراره لكن هل هذا ما حدث أم لا لحد الآن؟ لحد الآن الحكومة العراقية لم تعوض ضحايا لكننا في حكومة أقليم كردستان وبالتحديد في المفاوضات التي جرى في السابق بين حكومة الأقليم وبغداد حدد عملية التحويض كنقطة أولى للتفاوض بين أقليم كردستان وبغداد نعم إذن هناك جهود يعني تبذل من قبل وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة أقليم كردستان السيد فوات عثمان المتحدث الرسمي لوزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة أقليم كردستان كنت معنا من بغداد شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً لك أهلاً بكم من جديد في مثل هذا اليوم من أيار عام سبعة وثمانين وتسعمائة وألف انتفض الكردستانيون في مدينة رواندوس ضد النظام الدكتاتوري السابق في العراق الذي أراد جرف بيوتهم انتقاماً لطلقي هزيمة عسكرية على يد البشمرقة بوادي أكويان ريبر عبدالغفار والتفاصيل في ذكرى انتفاضة مدينته ملع كمال يروي لنا أحداث الانتفاضة التاريخية التي قام بها أهالي مدينة رواندوس ضد جور وظلم أزلام النظام الدكتاتوري قبل 32 عاماً من الآن بعد الهزيمة التي ذاقها جيش النظام الدكتاتوري على يد قوات بيشمرقة كردستان في وادي أكويان بدأ أزلام البعثي يصبون جام غضبهم على أهالي مدينة رواندوس عبر عدة طرق منها هدم بيوت المواطنين ولكنهم لم يتوقعوا الرد الصارم من قبل المظلومين في الثامن عشر مايو عام 1987 جاء النظام الدكتاتوري بجيش كبير إلى وادي أكويان بهدف تدميرها ولكن في هذا الوادي تعرض لمقاومة قوات البيشمرقة وانهزم وهذا الخبر أفرح المواطنين كثيراً وخرجوا إلى الشوارع للتعبير عن سعادتهم وهذا أزعج أزلام النظام فقاموا بإطلاق النار على الناس ولليوم الثاني عادوا لهدم بيوتهم وبعد هدم أول منزل اندلعت الانتفاض ضدهم في التاسع عشر مايو عام 1987 خرج الآلاف من أهالي مدينة رواندوس في مظاهرات حاشدة ضد الذين حاولوا الاعتداء عليهم وأخرجوا أزلام النظام الدكتاتوري من مدينتهم بدأت الانتفاضة في هذا الحي الذي يدعى نورزان وتم قتل عدد كبير من أزلام النظام الدكتاتوري في هذا المكان وبعد ذلك انتشرت شرارة الانتفاضة في كل أرجاء المدينة بعد هذه الانتفاضة المجيدة التي بقيت في ذهن الرواندزيين حتى الآن عاد أزلام النظام الدكتاتوري وفي مجزرة جماعية قاموا بأخذ ثلاثة عشر شخصا من الأبرياء إلى مصير مجهول مشاهدين نشرتنا مستمرة وفيها أيضا نتابع الولايات المتحدة تنفذ مناورات في الخليج بخيادة لينكول توقعات بفوز حزب رئيس الوزراء ناريندا موتي في انتخابات الهند أهلا بكم من جديد أكد القائم بعمل السفارة الأمريكية في العراق جوي هوت التزام بلاده بعدم استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة دول الجوار على خلفية تصاعد التوتر بين إيران وواشنطن وذكرت السفارة الأمريكية في بغداد ببيان أن تأكيد هوت جاء خلال لقائه قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودة في بغداد حيث شدد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية تجاه العراق كواحد من أهم شركاء أمريكا الاستراتيجيين في المنطقة وأهمية وجود حكومة عراقية قوية ومستقرة وذات السيادة لافتا إلى أن بلاده ستستمر بتقديم الدعم لقوات الأمن العراقية للقضاء النهائي على داعش اتهم النايب عن سايرون على الربي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي محمد بدر ناصر بالسعي ليرسال مجموعة من المنتسبين في شرطة الطاقة والمنشآت إلى مناطق حدودية في نينوى وأماكن أخرى من محافظات أخرى دون الاكتراث إلى خطورتها وعدم مراعاة التخصص في عملية التنقل وأضف الربيع في بيان اليوم أن هذا التصرف سيضع المئات من المنتسبين لقمة سائغة بيد الإرهاب خصوصا بعد رميهم في جغرافية أجهلون آلية التعامل مع تضارسها مضيفا أن تلك المناطق بحاجة إلى قوات متدربة ومجهزة بشكل يوازي خطورتها وصعوبة التنقل في هذه المناطق طلب نواب الحكومة بالتحرك العاجل لكشف الأسباب خلف الحرائق التي أصابت المحاصيل الزراعية مؤخرا النائب مازن الفيلي قال أن على الحكومة التحقق من احتمالية وقوف جهات تخريبية تستهدف الأمن الغذائي الوطني والإضرار بالمزارعين ونشر السخط في صفوفهم من جانبه رأى النائب أرس حبيب كريم أن ما يجري من حرائق لحقول الحنطة وفي مختلف المحافظات يتطلب إجراءات جدية مضيفا أنه لا يكفي القول لأن حرائق حقول الحنطة مفتعلة أو بفعل فاعل ومثلها قبل شهور حادثة نفوق الأسماء متهما ما أسماها المافيات بإبقاء البلاد مجرد سوق لتصريف البضائع المستوردة أعلنت هيئة الحجد الشعبية أن حافلة لنقل المنتسبين في اللواء العشرين بالحجد من البصرة إلى ديال قاطع خانقين شرق المحافظة تعرضت لتفجير عبوة الناسفة مزروعة على جانب الطريق ما أدى إلى مقتل سبعة وإصابة ستة وعشرين مقاتلا وأضاف البيان أن الحادثة الإجرامية وقع على طريق بلدروز أثناء التحاق المقاتلين لأداء الواجب مبينا أن أهالي بلدروز والدفاع المدني سارعوا إلى إنقاذ الجرحى ونقلهم إلى مستشفى بعقوبة العام قال رئيس مجلس محافظة نينوى سيدو تشتو إن عمل خلية الأزمة سينتهي مع صدور المرسوم الخاص بالمحافظة الجديد منصور المرعيد مضيفا أن عملية الاختيار كانت بشفافية مطلقة ولا صحة لما يدعيه البعض عن وجود صفقات فساد وعمليات بيع للمنصب وأبدى تشتو استعداد الحكومة المحلية في نينوى للعمل سويا مع كل من يخدم المحافظة على حد قوله بخصوص انتخاب محافظة نينوى جرت انتخاب محافظة نينوى ونائبيه بأطر وإجراءات قانونية ومن ضمن المدد والفترة القانونية 15 يوم لفترة الطعن انتهت وكذلك 30 يوم بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري أيضا انتهت وعليه نحن رأينا بأنه من المهم وفي هذا الظرف الراهن يتم انتخاب محافظة في سبيل لا يبقى منصب محافظة نينوى منصب شاغرا ونشكر في نفس الوقت خلية الأزمة المتمثلة بدكتور مزحم الخيات وقائد عمليات نجم الجبوري وقائد الشرطة حمد النامس نشكرهم على خدمة نينوى أكثر من الشهر وسوف ندعو رئاسة الجمهورية بالإسراء في إصدار مرسوم الجمهوري لتثبيت محافظة نينوى الجديد على مستوى الحكومة المحلية لمحافظة نينوى هناك جهتين جهة تشريعية والتنفيذية كل جهة تقوم بواجبها ووظيفتها حسب الدستور وقانون رقم 21 قانون المحافظات الغير منتظمة في أقليم لسنة 2008 الجهة التشريعية تقوم بتشريع وإصدار القوانين والتعليمات الخاصة بالمصلحة العامة لمحافظة نينوى وكذلك الجهة التنفيذية تقوم بتنفيذ مهامها ومن خلالها الجهة التشريعية تقوم بمراقبة الجهة التنفيذية على تنفيذ مهامها أما في نفس الوقت إذا الوضع يتطلب وجود دكتور مزاحم الخيات أنا بتصوري قائد العملية يقوم بواجبه باستذباب الأمن من خلال قيادة العمليات وكذلك قائد الشرطة نفس الشيء أما الدكتور مزاحم أيضا هو رئيس جامعة نينوى ليست بقليل مهامه أما إذا الوضع يتطلب ليس لدينا أي مانع أن يكون موجودا مع المحافظة الجديد ومع مجلس المحافظة ونحن كلنا نتضامن في الخدمة والعمل من أجل توفير الأمن والأمان والخدمات لأهالي نينوى وبناء نينوى مشاهدين النشرة السياسية مستمرة لكن هذه وقفة مع الأخبار الاقتصادية ياسميل أهلا ومحبا بك أهلا بكم من جديد تابعوا آخر أخبار الاقتصادية لهذه الساعة أهلا بكم أكد وزير النفط ثامر الغضبان أن إجلاء العاملين في شركة اكسوم موبيل هو أمر غير مقبول وتم لأسباب سياسية تتعلق بالتوترات في المنطقة وليس لأسباب أمنية مؤكدا أن الوزارة أرسلت خطابا للشركة تطالبها فيه بالعودة إلى العمل فورا بموجب العقد الطويل أو طويل الأمد بينها وبين الحكومة العراقية وأضاف أنه ليست هناك مشاكل تستدعي ذلك وإن الانسحاب قد يؤدي إلى بث رسائل خطئة عن الأوضاع في العراق وهذا ما لا تقبله أو ما لا نقبله أبدا أعلن مدير عام الشركة التابعة لوزارة النقل البحري محيدين عبد الرزاق الإمارة أن الشركة تجري استعدادتها لاستئناف العمل بمشروع التكسي النهري وإدخاله للخدمة خلال الأسبوع المقبل بعد توقف دام أكثر من عامين وأضاف أن الخط سوف يربط بين كورنيش شط العرب وميناء خور مشهر الإيراني مبينا أن للخط دورا فعالا ومهما في الإسهام بتخفيف الإزدحامات في المنافذ الحدودية البرية بين البلدين الحركة التجارية عبر معبر إبراهيم خليل الحدودي شهدت انخفاضا نسبيا بسبب ما وصفه سائق شاحنات البطائع بأنهم يواجهون عراقيل أثناء مرورهم في مدن وسط وجنوب العراق وخاصة في شهر رمضان وذلك بعد توحيد التعرفة الجمركية تفاصيل أكثر مع نجلاء سندي نشاط يتأرجح فيه الحركة التجارية معبر إبراهيم الخليل الحدودي والرسمي من قبل الحكومة العراقية وتعد من أهم المنافذ الحدودية التي تجري فيها التبادلات التجارية بين تركيا وأقليم كردستان العراق تشهد الحركة التجارية فيها انخفاضا ملحوظا بعدما كانت وجها للتجار لإدخال بضائعهم وخصوصا بعد التحولات والقرارات في توحيد التعرفة الجمركية ومنع الدخول بعض السلع والمواد عن طريق هذا المعبر الرئيسي بحسب أصحاب الشركات التجارية إبراهيم خليل رمضاني سزدبي إن دخول الشاحنات من معبر إبراهيم الخليل الحدودي في شهر رمضان تكون أقل من الأيام الاعتيادية ولكن قلت الحركة في هذا المعبر الرسمي بين أقليم كردستان وتركيا وخصوصا بعد توحيد التعرفة الجمركية من قبل الحكومة العراقية والتي بدورها أثرت على تلك الحركة والنشاط التجاري في هذا المعبر الرسمي والمعترف من قبل الحكومة العراقية أصحاب الشركات التجارية في مدينة زاخو ممتعظين بإجراءات غير قانونية من جانبي الحكومة الاتحادية التي تقوم بعرقلة سائقي شاحناتهم المكنونة لأيام عدة باتجاه سلعيم إلى وسط وجنوب العراق عبر سيطرات غير رسمية وعدم السماح لهم بحجة أوراق المنافيست وغيرها التي تأخذ منهم عبر الجمارك الرسمية بعد توحيد التعرفة الجمركية من قبل الحكومة العراقية واجهتنا مشاكل جمة من خلال وضع الحكومة العراقية سيطرات غير رسمية تعرقل مرور الشاحنات من كردستان إلى وسط وجنوب العراق بحجة أوراق المنافيست وبهذه الحجة يطالبون بالأتوات ولا يحق لهم المطالبة بأوراق المنافيست التي هي أصلاً أوراق للعبور فقط عبر الحدود في الحقيقة فالنسوق لم يكن كما كان في السابق وذلك يأتي بعد توحيد التعرفات الجمركية بين كردستان والحكومة العراقية لكننا نواجه مشاكل كثيرة مع السيطرات التي وضعت من قبل الحكومة الاتحادية والتي تعتبر غير رسمية ما أثر على عملنا كسواق لنقل البضاع إلى وسط وجنوب العراق إنخفاض النسبي للحركة التجارية عبر معبر إبراهيم الخليل الحدودي بحسب المصادر التجارية وخصوصاً بعد توحيد التعرفة الجمركية ومنع دخول بعض المواد إلى هذا المعبر نجلة سندي زاك روس تيفي زاكو أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية نقلاً عن المتحدث باسم اتحاد مصادرين منتجات النفطية حميد حسيني إن أفغانستان أوقفت رسمياً استيراد المنتجات النفطية من إيران وقال حسيني إن سوق أفغانستان يعد أحد أفضل الأسواق المطلوبة لدى إيران ولكن للأسف انخفضت صادراتنا إليه ووصل الأمر إلى قطع الصادرات لهذا البلد وأوضح أن أفغانستان أوصلت نسبة المنتجات النفطية من إيران إلى الصفر منذ الأسبوع الماضي وتحديداً في الثاني عشر من شهر أيار الجاري حذرت وكالة بلومبرك الأمريكية من معاناة الأسواق الناشئة حول العالم من التراجع المتواصل نتيجة الحرب التجارية الدائرة حالياً بين الولايات المتحدة والصين وذكر تقرير للوكالة أن مؤشر مورغانستان لي لأسهم الأسواق الناشئة تراجع بنسبة 3.7% ما يجعله على وشك تسجيل أسوأ أداء له منذ شهر تشرين الأول الماضي وأفض التقرير بأن الريال البرازيلي كان أسوأ العملات الناشئة أداءاً على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة وأكثرها تأثراً بالحرب التجارية من جانب آخر كانت اليوان عملة الصين مؤشراً هاماً لرصد مستوى التقدم في المباحثات التجارية الأمريكية الصينية تعتزم شركة فراري الإيطالية لصناعة السيارات استدعاء 2071 سيارة في الصين بسبب عيوب في الوسائد الهوائية وقالت إدارة الدولة لقواعد السوق اليوم إن الاستدعاء المقرر أن يبدأ في الأول من يوليو المقبل سوف يشمل السيارات التي تم استيرادها في الفترة ما بين الثامن من إبريل 2013 والثامن والعشرين من نوفمبر 2017 وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوة أن الوسائد الهوائية في المقاعد الأمامية التي تنتجها شركة تاكاتا اليابانية بها عيوب يمكن أن تتسبب في تمزقها وإصابة الركب انتهت الأخبار الاقتصادية شكرا للمتابعة شيلان وديار لكم الشاشة شكرا ياسمين ومشاهدين أهلا بكم من جديد وفي الشان الأقليمي والدولي أعلنت البحرية الأمريكية إجراء مناورات وتدريبات في منطقة الخليج بمشاركة مجموعة السفن الضاربة بقيادة حاملة الطائرات إبراهام لينكولن التي وصلت إلى المنطقة مؤخرا بالإضافة إلى فرقطات وحاملة القادفات بي 52 والاسطول الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية وفي بياننا أن مجموعة السفن الضاربة بالتنسيق مع سفينة الانزال البرمائية كير سارج وقوات موشات البحرية نفذت عمليات مشتركة تأكيدا على قدرة الولايات المتحدة على استنفار قواتها وتوحيد منصات مشتركة لديها طيف واسع من القدرات العملياتية هذا ونشرت وكالة أسوشييتت بريس صورا للمناورات وزعتها البحرية الأمريكية قال وزير الدولة الساودي للشؤون الخارجي عاد الأجبير إن الكرة الآن في ملعب إيران لتجنب الحرب وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وأضاف أن المملكة العربية الصعودية لا تريد الحرب لكنها مستعدة للدفاع عن نفسها ومصالحها بقوة وحزم ودعا أجبير إيران إلى تحلي بالحكمة والابتعاد عن التهور والتصرفة الخرقاء وقال إن المملكة تبغي الأمن والاستقرار في المنطقة لكنه أوضح أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي في ظل الهجوم الإيراني المستمر تبنى الحوثيين الهجمات التي استهدفت منشآت صعودية وأشار الجبير إلى أن إيران هي التي تمد الحوثيين بتلك الأسلحة اختتمت الهند المرحلة السابعة والأخيرة من الانتخاباتها التشريعية التي بدأت في الحادي عشر من نيسان الماضي والتي تعد أكبر عملية اختراع في العالم وترجح استطلاعات الرئي فوز حزب باهاراتيا جانتا وهو حزب رئيس الوزراء الحالي نارينترا مودي ومن المقرر الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات في الثالث والعشرين من أيار الجاري هذا ويحتاج الحزب مئتين واثنين وسبعين مقعدا للفوز في البرلمان ليتمكن من تشكيل الحكومة الجديدة صرح رئيس نمسا أليكساندر فاندر بيلين أن أوائل شهر أيلول المقبل سيكون أفضل وقت لإجراء انتخابات مبكرة إثر فضيحة إبيزا التي هزت سياسات البلاء تحدث فاندر بيلين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي سباستيان كورز وشدد على ضرورة استعادة الثقة في الحكومة ومن جانبه قال كورز إن الحكومة لا بديل أمامها سوى إجراء انتخابات مبكرة وأكد على أن الأولوية القصوى هي ضمان التطهير الكامل وأن تغضع كافة الشبهات التي أثيرت بسبب التسجيل المصور للتحقيق وأوضح كورز أن الفضيحة تنطوي على عدة قضايا من بينها إساءة استغلال للسلطة وجرم جنائي محتمل يتهي عدة قديمة تراثية داخل عمق المجتمع الكوردستاني منهم من يستخدمها للتسبيح وذكر الله وآخرين يستخدمونها كأكسسوار كردية وللتسلية في بعض الأحيان شيار محمد والتفاصيل في مكان ليس ببعيد عن المسجد الكبير وسط المدينة يقف هؤلاء الرجال الذين تددل من أيديهم سبح تم صناعتها بطريقة كردية بحتة ومن نبات القزوان المنتشر في جبال كوردستان حبات القزوان هذه تقطع مرحلة جلب وتصنيع طويلة قبل أن تجد مكانها في أيدي الرجال والنساء وخاصة كبار السن نذهب إلى الجبال ونحصل على القزوان ثم نقوم بعدها باختيار الحبات الصالحة لصنع السبحة وننظفها جيدا ثم نعمل على ثقب داخل كل حبة ونربطها بالخيط فيما بعد لتصبح سبحة تصل إلى هنا ويتم بيعها طبعا العملية طويلة وصعبة وفي بعض الأحيان قد تكون غير مربحة تتراوح أسعار السبح حسب نوعها وأغلاها هو الأبلق لأنه مع كثرة استعماله يعطي بريقا يوما بعد يوم هناك نوع من السبح تحتوي على خطوط تسمى جولكا خور وأخرى تسمى قلخور والأغلى سعرا تسمى أبلق لجمال حباتها وبريقها كلما ازدادت قدما وعلى الرغم من اختلاف استعمال السبح بين الأمور الدينية والكماليات لكن أغلب الكردستانيين يتفقون على أن اقتناء السبح هي أحد الظواهر التراثية والتي تناقلتها الأجيال مع مرور الزمن هناك أنواع مختلفة من السبح المصنوعة من القزوان منها ذات الحبة الكبيرة ومنها ذات الحبة الصغيرة والنعيمة كذلك هناك الأصل والمقلد هذه السبح حملها آباؤنا وأجدادنا وأيضا نحملها نحن الآن حتى أصبحت جزءا من الفلكلور الكردستاني تختلف الأسباب لحملها بين التسبيح وذكر الله وصولا إلى استخدامها كأكسوار أو للتسليئة منذ القدم وحتى الآن وما تزال السبح تعطي صورنا عن عبق التراث والفلكلور الكردستاني لقناة زاكروس تيفيشيار محمد السليمانية مشاني الكرام ختما هذا تذكير بأبرز مجال نيجيرفان بارزاني يبحث مع القنصل الأميركي العام ووضاع المنطقة والعلاقة الثنائية رئاسة برلمان كردستان تعلن أسماء المرشحين لمنصب رئيس الأقلي خلية الإعلام الأمني سقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء دون إحداث خسار وواشنطن تؤكد التزامها بعدم استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة دول الجوار مشاهدينا النشرة انتهت وشكرا لحسن متابعتكم ولمزيد من الأخبار والمعلومات زوروا موقعنا زاكروسينيوز دوت نت دمتم في راعته وحفظه إلى اللقاء إلى اللقاء